بداية صباحنا رشا مع مفهوم كتير حضاري مفهوم جدا راقي لرجال فعلا هني بيوازوا يمكن أبطال الجيش العربي السوري بالمسؤوليات يمكن وأيضا بمدية دلعون لكل الناس ولا كل الشخص يمكن بيصير معه أي موقف مهما كان صغير أكيد فرحة ومثل ما قلت هذه الوعي هذه الثقافة وحضارة بدل على ثقافة الشعوب ودي اليوم هم نحن نكون كمواطنين متعاونين مع رجال شرطة المرور لأنهم بالنهاي السلامة المرورية هي خلينا نقول الشيء الأهم بحياتنا وحياتك الشخص أكيد رشا قد ما بنقدر نخفف حوادث هذا الشيء اللي ما بيصير بشخص واحد أو بجهة واحدة هو نتيجة تعاون وتكامل بين المواطن وبين رجال المرور كيف بدت حقق هذه السلامة المرورية وشو هي المسؤوليات والوعي الكبير لدى رجال المرور كل هذه التفاصيل رح نحكي عنا بالتفصيل مع سيادة العميد خالد الخطيب رئيس فرع مرور دمشق سيادة صباح السيادة العميد رمضان مبارك كل عام أنت بخير نعد عليكم تسلم إن شاء الله هيك بالصحة والسلامة ويعطيكم ألف عافلة لكل الجهود اللي يبذلوها أكيد يعني الله يسلمك نحنا بنعيد عليكم هيا رمضان قلنا بلش وهلأ يعني وصلنا على الأعياد كل عام أنت بخير ومقبلين على عدد من الأعياد يعني نتمنى أنه تمر يعني بشكل آمن وبسلامة على كل الناس آمن يا رب سيادة العميد خلينا نحكي بشكل عام عن السلامة المرورية وأدي اليوم مهم أنه نحنا نعمم مفهوم السلامة المرورية طبعا أنا بس بدي عقب أنه نحنا الرديف لعناصر الجيش العربي السوري اللي نحنا موجودين ضمن الشوارع وعم نقدم مهامنا ضمن اقتصاصنا نحنا نحنا دائما لما نحكي عن السلامة يعني نحكي عن شيء أمن لكل مستخدمي الطريق كيف يتحقق الأمن وشو هو الإجراءات أو شهي الإجراءات وشو هو التدابير الكفيلة بتحقيق الأمن المروري هو هذا اللي بيوصلنا للسلامة المرورية يعني نحنا المفروض هي مجموعة الإجراءات والتدابير التي تتخذ للوصول إلى سلامة مرورية يعني للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق من الحوادث والحفاظ على الهدر من الأرواح والإصابات والهدر من نزيف الاقتصاد الذي يعني تؤدي إليه هذه الحوادث اليوم سيادة العميد بأنه نحنا مقبلين على العيد أكيد في تدابير معينة إجراءات معينة خبرنا شو هي الإجراءات اللي رح تتخذوها على العيد لحتى كمان مثل ما قلنا نضمن السلامة المرورية ونضمن أقل عدد ممكن من الحوادث نحنا بالنسبة لنا كإدارة مرور كوزارة الداخلية وإدارة مرور وفرع مرور دمشق بالنسبة لمدينة دمشق تصدر دائما تعميم عن السيد وزير الداخلية بما يتعلق بجميع أجهزة الشرطة ومنها جهاز شرطة المرور ونحنا كشرطة مرور بالعاصمة لدينا دائما برامج محددة نطبقها عند كل حدث وعند كل عيد وعند كل مناسبة بحيث نستنفر جميع جهازنا وكادرنا من مركبات ودراجات وعناصر مشات وقسم التحقيق وقسم المباحث كل أجهزة وأقسام فرع المرور يستنفر لتحقيق الأمن المروري في هذه المناسبات طبعا نحن بالمناسبات إذا قلنا رمضان رمضان في فترات زروة تختلف حسب بعد أول رمضان في زروة ممكن بداية رمضان العالم ما تطلع الأسوأ في زخم بالنسبة لدخول وخروج الموظفين شوي تاني يعني بنصر رمضان بسوق رمضان يعني من أول رمضان متخذ الاحتياطات لتسهيل حركة المرور فترة كان فيه ازدحام كتير كبير عم بكم تمام هلأ مثل ما قلت لك أحيانا بيختلف زروة الازدحام برمضان تختلف دخول أصحاب المحلات والتجار إلى محلاتهم يعني بتأخر شوي عن الوضع قبل رمضان ولكن بنصر رمضان تفتح الأسواق فمنستنفر عاد بلحظات متأخرة يعني أنا مبارح ساعة ثنتين بالليل كنت عم بتجول بالحمرة ولسه يعني الازدحام موجود ولسه الأسواق هذا وقت عيده عادي طبيعي نحن مقبلين على عيد الآن نستنفر كافة عناصرنا وموجودنا طبعا نحن لنضمن السلام المرورية لنضمن أن نوصل لنهاية العيد بدون أي حادث سير ولنضمن أنه ما يصير فيه عنا ازدحام ولا يصير فيه عنا عرقل سير بأي شارع من الشوارع والنسبة للطرق الرئيسية بين المحافظات سيادة العميد هاي بيتم تأمينة أولية وضع الحال كافية خلال أيام العيد التعميم صادر عن وزارة الداخلية وإدارة المرور باستنفار كافة عناصر شرطة المرور بكل المحافظات ومنهم مراكز الطرق العامل موجودة بين المحافظات يستنفروا على مدار الساعة لأنه هنم بصير فيه عندهم شغل جديد بصير فيه عندهم ازدحام على المغادرة بصير فيه عندهم بكسافة سير على الأتسترادات ومن المتوقع أنه يعني يصير فيه حوادث بهالفترة هاي فلذلك بنتشروا بشكل أكبر بيشغلوا الرادارات أو بينشروا الرادارات بشكل يناسب يعني وضع الطريق ممكن يستنفروا بحيث إذا صار حادث معين يوصلوا لمكان الحادث يقدروا يسعفوا أو يتخذوا الإجراءات المناسبة لأسعاف المصابين هلنا نحكي سيادة العميد اليوم عن شعار هايستيني اليوم اخترتوا السلامة المرورية لهذا العام خبرنا عن هذا الشعار وشو يعني لون بيتوجه هلأ باعتبار أنه يعني هذا الموضوع هاجس وموضوع الهدر بالأرواح نتيجة حوادث السير والمصابين الكثر نتيجة حوادث السير اللي تعدي يمكن من أول خمس يعني أسباب للوفاة وفقدان الحياة هي حوادث السير فلذلك دقت اللجنة المرورية العليا أنه عام 2022 هو يكون عام السلامة المرورية يعني نحنا بدنا نحاول أنه نسعى نخفف عن السنوات السابقة أعداد المصابين وأعداد الوفيات فلذلك يعني من أول العام صدر التعاميم وعقدة اجتماعات بين وزارة الداخلية والوزارات الأخرى المعنية بالموضوع طبعا نرجع من قوله طالما أنه في طريق عم نستخدم كلياتنا معناته نحنا معنيين بالموضوع أو نحن متشاركين بأنه نحقق الهدف اللي هو الحد من الحوادث والحد من الأضرار الناجمة عنها الحوادث فمن أول العام بالتعاون مع وزارة الإعلام مع وزارة التربية والتعليم العالي تم عقد يعني أنا بقوله هلأ أوصلوا للمئات من الندوات لنشر التوعية المرورية بين الأطفال بين أطفال الروضات بين المدارس الإبتدائية والأعدادية والسانوية والجامعات الهدف أنه نوصل لوعي مروري يدفع الناس لتتخذ كافة الإجراءات اللي تكفل سلامتها ونحد من الحوادث اللي بتأدي لهدر الأرواح وهذا الموضوع بنرجع بنقول تشاركي وزارة الداخلية بتعمل اللي عليها والوزارات التانية المفروض عاد كلهم في مكانه يعمل اللي عليه لأنه نحن هذا الموضوع بيهمنا كلياتنا أنا سائق الآن ممكن بعد ساعة أكون عم بمشي على الطريق ممكن بعد ساعة عم بقطع الطريق فنحن كلنا معنيين لنوصل لهذه السلامة المرورية إن شاء الله بالنسبة سيادة العميد اللي نسبة خلينا نقول الحوادث اللي عم تلاحظوها إن كان بهذه السنة تحديدا هل هي إذا بنقول قلت إن شاء الله يا ربي يكون تنعدم الحوادث بشكل كامل لأنه نحن فعلا بغناء عن هاي الأرواح اللي أغلبها للأسف عم بتكون شباب وعم بيكون في تهور وسرعة زائدة كيف عم نشوف اليوم نسبة الحوادث هل الوعي عند المواطنين زاد بما يخص التقيض بالسلامة المرورية أنا برجع لأحصاءات إدارة المرور التلت الأولاني من عام 2022 إذا بدنا نقارنه مع التلت الأولاني من عام 2021 الحصيلة قلت الحوادث المرورية وقلت الأضرار سواء أعداد الوفيات والأعداد الجرحة اللي بتسببها حوادث المرور هذا يعني أنه نحن بدأنا بعام 2022 يعني كما بيقولوا برنامج التوعية وشمع العدد كبير من المدارس نحن استهدفنا المدارس حتى يعني فيه ببعض المحافظات رحوا على المدارس الأوقاف ومشايخ الجوامع صار فيه توجيه إلهم أنه يتحدثوا بموضوع السلام المرورية والتوعية المرورية للحد من الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية إذا بدنا نحكي بالأحصائيات التلت الأولاني من عام 2022 فينا نقول أنه حققنا المبتغى أو حققنا الهدف من موضوع أنه جعل 2022 هو عام السلام المرورية إن شاء الله مثل ما حكيت نقطة كتير مهمة تدريب يعني فكرة اليوم أنه يدخل هذا التدريب ضمن الروضات والمدارس مهم اليوم تدريب بعمر صغير يعني نكبر مع ثقافة الوعي السلام المرورية واحترام إشارات المرور احترام أيضا شرطي المروري اللي عم يقضي معظم وقته ضمن خارج بيته يعني خلينا سيادة العميد نحكي عن تحضيراتكم ليوم المرور العالمي شو محضرين؟ وكيف هم يكون التجهيز لهذا اليوم؟ دائما يعني نحنا عيدنا اللي هو عيد عالمي نحنا يعني أقر بمؤتمر جينيف وأقردتوا الجامعة العربية ورجعوا بعدين الجامعة العربية عملوا عيد مرور عربي من أربعة إلى عشرة الشهر هذا فقط للتسكير أنه لتسكير الناس أنه شوفوا قديش أضرار الحوادث المرورية ويلتفتوا وينتبهوا أنه في عدد من الناس عم تموت وفي عدد من الناس عم تنعطب بسبب الحوادث المرورية معناتها المفروض نحنا نزيد الوعي المروري معناتها نحنا المفروض نزيد الإجراءات اللي بتأدي للسلام المرورية إذا كان فيه طريق فيه مشكلة نصلحه إذا كان فيه مركبة فيها مشكلة نصلحها نحنا نزيد من وعينا المروري لحتى نستعمل الطريق بشكل آمل نحنا وغيرنا وكمان بعيد المرور منتذكر هالشرطة اللي واقف بالشارع بحر الصيف وبرد الشتاء وبالمطار وبالتلج اللي عم بيأدي واجبه فقط هدفه أنه ما يصير فيه حاد السير ينظم السير يقطع هذا الطريق يحافظ على سلامة واستخدمي الطريق هو الهدف من وجودنا نحنا هو الحفاظ على السلام المرورية والوصول إلى مرور آمن على الطريق نحنا بالنسبة لنا طبعا اللجنة الإعلامية المرورية بالاتفاق مع وسائل الإعلام وخاصة الحكومية الفضائية والخبارية فيه جهد حسيس لأبراز دور يعني يوم المرور العالمي وإظهار دور رجل المرور وإظهار هذا العيد بالشكل المناسب اللي فهمته أنه لحيصير فيه من بعض الأشخاص أو الشخصيات المشهورة يعني تعليق على دور رجل المرور بالشارع بس لحتى يعني يصير فيه تسكير ويحسن الناس على التعاون مع شرط المرور على الانضباط بقوانين السير وأنظمة المرور للوصول إلى مرور آمن أكيد بهذه المناسبة أن نوجه لهم كل تحية لكل رجل المرور لكل شرط يمكن أن نشوفه وين معدرنا وشتها يمكن بكل شارع بمحافظة دمشق بباقي المحافظات نوجه لهم كل التحية يعطيهم ألف عافية وبهذه المناسبة كما نذكر أدي كان في ظروف يمكن إن كانت جوية إن كانت بعض المخاطر يلي تعرض إلى كمان رجال الشرطة فخلينا نحكي عن أصعب الظروف يلي تعرضوا له أدي كانوا دائما على أهبة الاستعداد مثل ما تعودنا عليهم نحن إذا بدنا نجي للأزمة اللي نحنا مرينا فيها يعني قذيفة من إرهابيين بتجي بمكان معين بساحة من الساحات بالمدينة يصاب فيها شرط مرور لحظات بيجي شرط مرور آخر بيوقف مكانه وبينظم السير دون أي خوف وهو عم يعمل واجبه هي لحالة بطولة سيدة العميدة الحوادث أو الفياضانات اللي ممكن أحيانا صارت بالشوارع نحنا شفنا شلون شرطي المرور عم ينزل مثلا بنفق ويقطر سيارة لبينما إذا سيارة غاصت بقلب ما يبتشوفيها أحيانا بصير في التجمع للمياه بفترات المضطار الغزيرة أحيانا شرطي بيكون موجود على حادث ويكون في خطر على حياته أثناء وقوع الحادث وممكن أحيانا يتعرض لحادث وهو موجود عم يعالج حادث أحيانا نحنا بالشوارع الأوتسترادات بصير عنا حوادث فمنضطر أنه ننتقل فورا مباشرة لنعالج الحادث الموجود أحيانا بسبب عدم انتباه السائقين ممكن يصير في حادث مع الشرطي نفسه يلي إجا لينظم الحادث أو ليرفع الحادث الموجود وأحيانا الشرطي الموجود على التقاطع بسبب عدم انتباه السائقين ممكن يصدموا نفس الشرطي اللي عم ينظم السير وهذا الموضوع صار أكتر من مرة فنحنا نطلب نتمنى على كل السائقين أنه السرطي الموجود بالشارع مجرد شفته انتبه لحركته وتقيد بالإشارة اللي عم يعطيها عدم التقيد إشارة الشرطي أبدى من كل الإشارات الموجودة على التقاطع حتى أبدى من الإشارة الضوئية الشرطي إشارته هي الأولى تعتمد بعدين الإشارة الضوئية بعدين الإشارات الثانية فلذلك الإشارة اللي بيعطيها شرطي المرور المفروض تكون هي المعتمد وينتبه السائق لإشارة شرطي المرور ويحرص على عدم إيزاؤه ومن هون بيجي دور المواطن هي بالنهاية تكاملية القصة يعني اليوم ما في شرطي المرور يقدم مهمته طالما ما في تعاون من الطرف الآخر اليوم نحنا كمواطنين شو أهم الإجراءات المفروض نحنا عن جد نتقيد فيها أهم القوانين المفروض ضل متقيدين فيها وأبدا أبدا ما نطلع عنها هلأ دائما إذا بنا نجي للسائق منقول القيادة فن وزوق وأخلاق عم شوف سرعة عم شوف كتير سرعة بالشوارع أنا لازم اتمتع بفن القيادة الصحيح أنا لازم يكون عندي أول شيء لما بديفوت على سيارتي أوعد بشكل يعني أقدر أنا سيطر على سيارتي بشكل كامل أنا متمكن من القيادة بعرف شو هي الضوابط وبعرف شو هي الأوامر الموجودة بقانون السير لا أتقيد فيها بعرف أنا أنه سيارتي هاي الأمور الفنية تبعها أني اتفقد الدوليب أني اتفقد ماسحات الزجاج أني اتفقد الفرامل أني اتفقد حقيبة الإسعاف الحزام الأمان هاي الفنيات تبع السائق والمفروض الزوق يعني هذا الموضوع طبعا هو موضوع تربية موضوع تعود على التعامل الحسن مع الآخرين أثناء القيادة لأنه موضوع التشارك هو موضوع زوق أنا بدي أعطي الأفضلية لشخص ما في مشكلة إذا كنت على تقاطع أعطي أفضلية أنا لا أتسابع أنا وياه على التقاطع لأنه في قواعد لتجاوز التقاطعات لدخول بالساحات هاي القواعد المفروض يكون حافظة مفروض يكون حافظة للسائق لحتى يسلم هو وغيره هلأ أنت يمكن أخذتي اليسار أنا بدي أخذ اليمين فأنت أخذتي اليمين كما مزاج هي لسا سيدة العميد أحيانا بتصير يعني أنا دائما في قواعد للسير على الطرقات في قواعد في أفضليات على التقاطعات في قواعد لدخول الساحات هاي المواضيع كلها المفروض السائق يكون حافظة يعني أنا ما بصير أنا اسمي سائق وأطلع أنا ورد ركسيون وسوق سيارة إذا أنا ما بعرف هاي القواعد لأنه أنا إذا ما بعرف هاي القواعد بدي سبب حادث سير لطرف آخر عم يستعمل الطريق أنا إذا ما بعرف أنه في ممرمشات المفروض أنا كسائق خفف السير أو خفف سرعتي قبل ما وصل عند ممر المشات معناتها أنا بدي سير معي حادث أنا إذا ما بعرف أنه في مدرسة على جنب الطريق ممكن بأي لحظة يخرج منها أطفال ممكن غير وعيين ويقطعوا الطريق بشكل مفاجئ ومع هيك زيد سرعتي معناتها ما في عندي وعي معناتها أنا ما أخذت الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الآخرين أنا مسؤول فلذلك أنا عمقول فن وزوق وأخلاق بده السائق يتمتع بأخلاق حسنة تمكنه أنه يستعمل الطريق مع الأشخاص الآخرين أو السائقين الآخرين أو مستعملين الطريق بحيث نوصل نحن وياهم لسلامة مرورية وما نأزي حدا طبعا إن شاء الله هاي الأخلاق المرورية سيادة العميدة اللي نحن يمكن بكل مناسبة وبكل ظرف دائما منحاول أنه نركز ونشرق قدر الإمكان بكفي كوارث وبكفي خسارة للأرواح البشرية منتمنى أكيد الصحة والسلامة لجميع الناس جميع السائقين نرجع من جد للتحية مرة تانية لكل رجال المرور وينما كانوا متواجدين رمضان كريم مرة تانية وينعاد عليك سيادة العميدة إن شاء الله رمضان آمن لكم و للجميع إن شاء الله شكرا سيادة العميد خالد الخطيب رئيس فرع مرور دمشق لحضورك معنا وإن شاء الله هيك دائما أيامكم منظمة وعياد ومثل ما نتعاون من كل الأطراف شكرا لكم نعطيكم نعطي بالتشكر أنا الفضائية السورية والإخبارية السورية و جميع الإعلام الرسمي على الاهتمام يلي أولونا بمناسبة عيدنا وبمناسبة شغلنا وتسليط الضوء على شغلنا وتعبنا شكرا أهلا سهلا بحضرتك